اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمثل حيالا يكون بدون قافية وحيالة كثيرة يكون فيه القافية سنتكلم بعض الاشتراع من خصائصه ايضا أنه يتناول الحياة الاجتماعية وهذه الأهمية التي نستقيها من المثل الذي أصدر هذا المثال هو من خلال تجربته الاجتماعية وجل في العادة لا يعرف من قال المثال إلا نذرا أو عندما نتكلم على المثل الفصيح لأن هناك كثير من الأمثل الفصيح المتداولة بيننا في معظمها قولها من قالها قال المتنبي ماذا أكبر ربما ما يستشهد من أشعاره وهو المتنبي يقول قال زهي بن أبي سلمة مثلا قال طرفة بن العبد فهؤلاء عدم يكون المثل متداول قديم وروث في التاريخنا الإسلامي يعني ينسب إلى صاحبه لكن في المثل الشعبي الدارج يعني قل قليل ما يعوى صاحبه ولهذا عندما نتكلم على المثل عادة منقوه بأنه يعني يتناول تجربة ولهذا يعني يقرر أو يقرر بأن الذي قال المثل هو من الطبقاء المثقفة أو من أهل التجربة وعن طريقي تجربة حياتي إما في جانب اجتماعي إما في جانب اقتصادي إما في التفلاحة إما يعني يخصوا نسموه التاريخ يقصوا يوميات الإنسان يعني التى التي ن覓ش معها سواء في الطعام سواء في الليبين سواء وهذا الذي استخرج منهم المؤمن اللوت شمه للحياة الاجتماعية كان عندي موضوع الثلاث التي وأن الحياة الإجتماعية ربseason بها من خلال النس العلوالنا المتقصي المثل الص지도 من خلال الأمثال الشعبية حتى في الألوث كان عندهم الأمثال شعبية فوجدت كثير من التشابه في المجتمع الأندلسي ومجتمع المغربي ومجتمع المغرب الأقصى والجزائري والمغرب الأدنى كما نسموها الأنتونس يدد على أن هناك حركية اجتماعية حركية اجتماعية ومن سبق منه سنعرف أمثلة كثير من الأمثال متدولة هنا متدولة في الأندلس متدولة في المغرب يعود إلى القرون الخامس القرون الرابع وهناك ما هي مستجدة يعود إلى عادة الاستعمار فبالتالي نستجد بأن هناك حركية اجتماعية يعني كانت تأثير وتأثر في قضية المثل وحتى البيئة الاجتماعية البيئة لقابل أنها تقريباً متماثلة سنعرفنا بعض مشموعة من الأمثال عدنا من الذين بدأوا في دراسة الأمثال أرغم أستاذ أشرف الشرية وهو محمد بن أبي الشنب يعتبر من أشهر الذين عملوا على إحياء التراث لطريقته الخاصة محمد بن أبي الشنب هو أول دكتور جزائليتو فيها في ما يحضرها في عام 1229 يعني الشخصية حاولت أن تحيي تراث بطريقتها تحت قبعة الاستدمار الفلنسي ولكن بطريقة ذكية فعمل على إحياء النسوج الجزائري بما يسمى التحقيق حقق كتاب عنوان ديرايا للغبريني وحقق كتاب دوستان تعلم المدينة المثالي وكتب كتاب معروف الأمثال العامية الدانجة في الجزائر وتونس والمغرب في ثلاثة أجزاء بمعنى هو الفرنسة كانت تحاول أن تطمس الهوية الجزائية والشخصية الجزائية وهو كان يحيي بطريقته الخاصة فهذا إذن قضية المثال هناك أيضا القفطة أخرى هناك قضية بين الفصيح والعامي نحن عادةً عندما نتكلم عن المثال دائماً نرحبها شتى إلى الكلام العامي أو المثال بالمثال العامي هناك يتداول عندنا الكثير من الفصيح فقط أن الفصيح يكون ربما عند الطبقات المثقفة ولكن يعتبر أيضاً منها الموروث اللامذي الذي يجب أن يدرس أيضاً ضمن ما يسمى بالأمثلة لا نهم له لأنه يتكلم عن الفصاحة ومعلوم أن المثال الذي يحصل على نفسه بمعنى أن المجتمع تقبله أو وجد فيه ما يعني يعني يعالج مشاكله ولكن لا بعض أمثلة أو ما تكون في التاريخ أمثلة زالت لكن بعض أمثلة ما زالت متدورة اليومية هذا لأنه وجد فيها المواطنة وجد فيها الإنسان ما يعني يعبره عن مكلوداته ويعبره عن حياته اليومية فحق الله هذا بالنسبة للفصح بالنسبة للعامي إذن هناك كثير من الأمثال قد تكون بقية متداولة حتى في سواء في المغرب أو الأندلس عدنا قسمت بما يتكلم عن الحياة الاجتماعية هناك أمثلة تتكلم عن الحكمة هناك أمثلة تتكلم عن الحياة اليومية هناك أمثلة تتكلم عن اللباس تتكلم عن طعام يعني تبدو بأمواعينا من خلال هذا يمكن أن قلت لكم نستنتج مجموعة منها النقاط المهمة في قضية الحياة اليومية طبعا أعطل هناك كثير من الأمثلة متداولة في الأندلس الضغرية في تونس لكي أنا حاولت أن أتناول فقط لي أكثر تداولاً في منطقة القبائل السعلي ولكن أحاولت أن خروجها لم تجد لأن معظمها وطانية لي يقولها في المغرب لي يقولها في تونس لي يقولها في المنطقة القبائلية يقولها في المنطقة الداخلية في بويرا في بسكرا في قدلة قليلة التي ترتبط بفئة خاصة في منطقة القبائل لكن في العموم قام مثال أنه متداول وطني بعد الأمثلة سمحوا على النواش بايدة أتهجار بعض الأمثلة في الأمثلية والأستاذ صح على الدكتورة في الأخير وفي الأخير أصل إلى الخاصية الاجتماعية التي تبرز لنا هذه الأمثلة عمنا من الأمثلة في الحكمة ستكلم بعض المتدولة باللغة المزيغية وبعض المتدولة باللغة العربية لما ستكلم على المجتمع القبائل الثانية يقول مثلا أرتامن أول خداح لا تثق بالناس ولا تخداعهم إذا لا يدخلت باب الحكمة في الجانب العربي يقول لك تخلت الغربية السيد إذا لا يدرب للصراحة والصيدق يقول لك يعني إحنا إنسان يفكع ويسعى يقول لك يقول لك هذا يقول لك كذلك يقول لك يقول لك يقول لك بمعنى بكلها بمعنى بكلها يقول لك كم المتالة يقول لك أعطيها لي فهم ويقول لك لا أقرأ كثيرا في اللغة الأمازيغية يقول لك أمين يدفن دقوامان أو دقوامان يعني كالقابلي على أمين يدفن دقوامان كما قالت كما قالت كما قالت كما قالت ذي مولان أي سيحتم يعني يقول لك الكلب المصاب بالكلب لا يهتم به إلى أله أيضا أيضا من لم يكن سعربا أكلته الزئاب هذا أيضا متداول بإلهجاته اللغوية العربية لدينا أيضا مثال يتكلم على بعض أمثلة كثيرة في إقالية الحكمة في إقالية الحكمة اللي فاتوا الوقت ما أسمع في الوقتين أو أحضرين ما يحص بجملارين ما يحص بجملارين إذن كلها متداولة كثيرة عندنا إذن واحدة ما ما تصفك ونفس المثال قواه باللغة الأمازيغية أمازيغية عندنا أيضا واحدة يقول لك يسلو ذوماكسا إسس ذوشن يمكي مع الرعي ويكل مع السعيد ونفس المثال الخاصية اجتماعية يقول لك من هذه الأمثلة يتبين إرتباط الأمازيغي بالطبيعة يعني دائما قبل أنه يتكلم على وشن يتكلم على عقد جول ونفسه بمعنى كان المثال الذي يتداوله في المنطقة القبلية هو مثال يخص البيئة يعني هو يعيش مع البقرة يعيش مع الرعاة فدائما أمثال تكون من البيئة التي يعيشها رحوا إلى مورو آخر يتكلم عن الآن عن الحياة اليومية الحياة اليومية طبع أمثلة فقط الحياة يسعى يمزغ ينحق لهم ونحن نقولها بالله وأنا حتى العربي قلها بكلمة لا تقول العرب من قبل لأن المجتمع الأمازيغي يعني يعني يقول لك أن أصلي كذا ويكرم بذلك ويتحقق بذلك فهذا طبعا غير صحيح لأن الفترة الزمنية طويلة التي جعلت تعيش بين العربي والمربر بمعنى معرفة الأصل الثابت لأي واحد يعني إلى درجة غير صحيحة ممكن عاش في منطقة القبائل أو هو أمازيغي ثم نزل إلى منطقة تعاشرة مع العرب فأصبح عربي لسان ولدوا في مبعد تعربوا لغتهم فأصبحوا عرب والعشف صحيح بالمعنى عندما يقولوا باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية لا يعني أنه هذا كأبربري أو هذا كأبربري أو هذا كأبربري فقط البيئة المنطي فرط عليه الكلام 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 يقول لك السف يومي سوسمان فور يسعى لمان الوابس الساكت ما فيه لا 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 يومي وين يومي فور مو ساكت سئلة في الأندلس عن ينائر هل يجثل احتفال به أم لا حتى أمثال أندلسي يتكلم عن ينائر فبمعنى هو فقط في الجزائيل الموجود في منطقة بلاد المعروف حتى في الأندلسي كان عندهم ينائر ويحتفلوا به سنويا بنفس الطريقة فقدروا يختلف الوقت ويجعلوا الطعام ويجعلوا الحلويات كما نحن أيضاً ويقوموا بتأكد حلويات كما نحن أيضاً مثال الأندلسي يقول في يناير لوح لفتك للحماية ودير قمحة تكون حماية ينحل يعني في يناير لي بداية تلفت خاص وقتها يعني يروح يبدو أن أحمير ولا عنده القمح خاص وقت يأكلوا يكلوا على جيلة ويأكلوا خاص وقت كي نوعى مثال اخر اذا روات في الناير نقص من الخماير وزيد في المطاعة بمعنى روك اسم المدخلات المطامر وزيد في اخديد الحرس على مثال اخر في حيات اليمية اعليق مثروي والنظمية اوه انا ماضقه م يا استنه اه القروي غني الماغل ت قلنوا ماغل تفسير وصدق الماء اسمي وقره يظهي نظر الي الماغل ارفك υفي كل القارج عربية؟ لقد قلت لك لا يعني أنني قلت لك لا 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 لازالت يقول لك فرنسي يقول لك لواندي زيور يقول لك جامعة للإستعمار الفرنسي إنه قلت في الأندلس وقلت في أندلس في القناة الخامس بعيدة عن العيد وعيدة عن القرد بمعنى كثير من المعلومات الأربعة ليست صحيحة أو لا تدولها في الأنذيب أنها صحية وغيرها ما يصر ومشيش أغر ذا يوفى إيمانيس اسمعين يحضر جدر وشيد الفار ويحضر يحضر جيدان هذا الإسباني ما يسمى بالحياة اليومية استخدام منها ماينس استخدام بولفيت للغة العربية فلا يقدر يوجد مثال للأمثلة السابقة إلا ويحتوي كلمة أو أكثر منها العربية إذن هناك تدخل كذبين بين اللغة المزرية واللغة العربية في قضية الأمثلة في الأطعمة يتكلمون على أسكسو كثيراً كثير من أمثلات يتكلمون على أسكسو على الفول بالنفس الشيء القوائد الأطعمة العربية أو كلمة العربية حتى في الأندلس موجود هذا المثال المتداول يلا سيسو يلا أقليل أمثل يوجد الرديء من اللغة ويوجد الأقليكسي ويوجد الممتاز كثيراً أمسكتوا الداو ساخسين كالكسكس تحت الكوسة كثيراً روحوا إلى بعض الأمثلة تعشقون للأسرة والمرأة نختموا بها طبعاً الأمثلة على المرأة موجودة بزر يسموها سامتوه ويسموها ساقشيش حكراً بالنسبة لأمثلة العربية أو الأمزاغية تشابه في مغمولها بمعنى أن المرأة أحيانا تكون مقدسة أحيانا تكون مستضبرة صديقة التي تكون فيها لكن في الغالب من قبل أن الأمثلة الأمزاغية تحطي للمرأة قيمة أو مقدسة بعضها تلقوها متداولة حتى بيغاء العربية عندنا في المرأة أو أسرة ساقشيشت أمسمزين أنذا إسترزر هذا الزرابة مغير الفتاة كان خمح أين موجودة تنم وهذا قيمة بالنسبة للصوابية العربية المرأة الشاعرة وين زرعتها تنبت إذا أنا يعني تناسب قيمة مع قل سبقها قط الأمزاغية مثله في الأمزاغية ما يزوج تحت يتشابه أنا بالعربي أرجوه المثال بالأمزاغ كل خنفوس غول الناس دغزا يقولون بإله هذه بالعربية تجربة خنفوس غول الناس تجربة ماشي لن أخذ لدي مصادرة جاي هذا كل خنفوس غول الناس هذا أخام بلا ثمثث أم البحار بلا الحود شاهروا الحود العربية والدرب العربية يمكن أن تكون هذه الأحيار إذن أنا قدرت لي المرأة المرأة مستحقية كل بحرب لعب نفسه سمطوث بالساس الجهاز ذا جقو ذا جقو الماس المرأة أساس البيت الرجل عموده القوي بالمعنى أن أذهب إلى الأمثلة في العربية قال لك أبو أنت كلمة الخير المرأة والشرق والشرق على المتداول في العلم العرب هنا لي حقروا المرأة كل الناس تغربني وأنا غرب خيرا مرتدي كان يتجربوه كان يتجربوه في السوق خرجها في زوجته يعني أعلى بالنسبالية لبعض الأمثلة فالخاصية الثانية والترجيب المرأة وتقديرها على العموم في الوسط الاجتماعي البرباري أو الأم الزغي وهذا ما تحبه الأمثال السابقة إذن هذه الأمثال فهذا كان أضاع بعض النمثات حولها ممكن قضية الجرافات الاجتماعية أو حتى الجرافات اقتصادية وما كان يزرعون في الناحين وما كان يكلوا الأسار وما كان يدرسوا فكله يمكن أن أستمدوا من خلال هذه الأمثال كنماذج حتى الحياة اليومية حياة اجتماعية ماذا قدس السكان من خلال هذه الأمثال وهذا يعطينا أهمية كبيرة لدراسة أمثالنا الشعبية والوجهاة في الموارضة شكراً للعجرة وسمحكم إلى هذا البيان